موسيقى معدات كبيرة وثقيلة جدا رغم أنه يبدو أن العلم والتكنولوجيا الحديثة تسعى وتعمل على تصغير الأشياء ولكن عندما يتعلق الأمر بفتح أصرار الكون وأعماق الأرض والمحيطات حينها يتجو العلم والتكنولوجيا إلى تكبير الأشياء بضخامة تعالوا نلقي نظرتا على أكبر الماكينات حول العالم وهي كبيرة بشكل رهيب أكبر ماكينات حفر في العالم باكر 288 مصنوعة من قبل شركة جروب العلمانية وهي أكبر حفارة في العالم وزنها حوالي 13500 تن تتميز بأبعاد كبيرة بعرض يبلغ 95 مترا ويصل طولها إلى 215 مترا ما يقارب ملعبين كبيرين لكرة القدم أكبر شاحنة في العالم يطلق عليها الوحش لبيرتي 282 بي وهي شاحنة تفرير الأضخم على وجه الأرض فقد صممت في عام 2004 من قبل الشركة المصنعة الألمانية وأصبحت أكبر ماكينة شاحنة في العالم تتوفر على محرك ديزل 90 لترا وقدرته 3650 حصان ويبلغ وزن هذه الماكنة وأي فارغة 233 تن وقد وصل طول هذه الشاحنة إلى 14.5 مترا وقاعدة عجلاتها إلى 6 أمتار في حين لم تبلغ السرعة القصوى للماكنة سوى 40 ميلا في الساعة وكانت تكلفتها حوالي 3.5 مليون دولار أكبر آلات حفر أنفاق في العالم صنعت الحفرة المذكورة من أجل حفر الأنفاق باستخدام مقطع عرضي دائري يمكنه الحفر عبر مجموعة متنوعة من طبقات الطربة والسخور وتستعمل في بناء الأنفاق ومسارة خطوط المتر والصرف الصحي يصل قطر الآلة إلى 15 مترا ما يجعلها أكبر آلات حفر للأنفاق من نوعها في العالم فيما يبلغ وزنها حوالي 4.800 تن وطولها 135 مترا ناقلات المركبات الفضائية بشركة ناسا عبارة عن مركبتين ضخمتين تستخدمان لنقل الصواريخ الفضائية كما تتطلب قيادة هذه المركبة تركيزا حدا يبلغ طولها 40 مترا وارتفاعها 35 مترا ووزنها 2700 تن ومهمتها هي نقل الصواريخ الفضائية من مبنى تجميعها إلى موقع الإطلاق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر